السلام عليكم بنات كديري اللبس هاليكم ان شاء الله دي ما نلقاكم بخير على خير في احسن الاحوال يا رب العالمين فيديو جديد ان شاء الله على القناة قلت نشارك معكم واحد الوصفة اللي ساهلة ان شاء الله ومن بعد غادي نخرجه لانه باقي ننقضي واحد الغارات قلت علش لا مديكمش معايا تفوجو شوية المهم منسبل هاد الحوت البنات هاد الحوت الفيلي عادي ممكن تستعملوا اي حوت هذا منسبل البنات اللي في اوروبا زوين هاد الحوت الفيلي المهم غايت شوفوا عن ورائي لكم في الابني غامضا نهزفي عن ورائي لكم كيف الشكل دياله صراحة واعر وكيجيبنين انا بغيت ندليه الشرمولة المغربية ديالنا بالعطرية دياله الملحة اللي بزار خرقوهم شوية الكامون شوية سكنجبير غير هو الكامونة اللي بنات متكتروش لانه هذا حوت بيض ماشي ضرور يدرلي الكامون وانا كندروح النسبة قليلة كيف كان عارفو شوية ديال الحامض وزيت الزيتون فقط هذا المال اللي غنزر وصلصة ديال الفلفل اللي غنزر ان شاء الله ما كان ديرشان الصلصة التماطم صراحة هاد الفلفل البنات اللي لقيتوها غي خودوها بالنسبة لبنات اللي في اوروبا راكتبها لاتباع الاتراك كتكون هي فلفل موسيقى وبنسبة في المغرب را تقدروا تستعملوا الفلفل اللي كتبها تقدر تكون عند الاتراك وانا انا ارتزي تلي كندير فق منها كتزي تلي كنغطيها به هاتوا استعملتو وغنستعمل الحامض صفي وغنطحن كل شي ان شاء الله وغنرقت به الحد يالي ان شاء الله ونعود رجع معكم موسيقى وهنا البنات منسبة للحوت تشوف كفل اللي كيتباه ما غاليش صراحة كيف كيتشوفو كي جي الفل اللي زوي وانا حيتي كان عندي كتغطن خرجتك شاشخصين اي حاجة سهلة تجبت تليه القبل باش تنجليه كان يتباع كونج لهادة البنات سوف نحضر معكم المرافق و سوف نستعمل معها الروز جاء واع على البنات جاء خطير يخليكم معي و سوف تشوف التتم و هنا البنات في كاس رونا ولا قام بلا فشكة طيبة الروز سوف نحضر زبدة و الزيت و دعوهم يدوبوا هنا كيف تشوف معي رشوية الخضراء رو ريتها لكم في الفيديو هذه الخضراء نشرها لبنات جوليان ما كانت قدروا توجدوها في داركم حاجة عادي اي نوع الخضراء تقدروا تديروها هنا انا هاديك فيها البورو فيها الخيزو و فيها جدر الكرافص كتكون زوينة بزاف انا غنضيفها نحط وليدات يحمقوا على الروز يجي بنين بنين الخضراء تنسف ممزيان نخلي الخضراء تنسف بسبب الروز انا استعملت الروز بس ماتي غسلته مرات و خليته مرقت تقريبا واحد نص ساعة و غسلته مزيان و عاود درته هكا تشحر مع هاد الزبدة و مع هاد الخضراء خصوح تشحر مزيان درت هنا شوية الملحة فقط غنخليه تشحر مزيان 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 عدا غنضيف لي المال كافي دياله ولا غي طيب فيه فقط هذه الطريقة اللي بنات راكا تجي حبا حباوك يجي رائع هنا يشوفوا هنا راكا نقلب يعني راكا يبقى واحد عشر دقيق و انتم تقلبوا فيها صراحة يعني ما تخافوش علي ما كيتحرق موالو و منها حتى الحبا ما كيتلسقوش من بعد هنا كيف تشوفوا ضفت المال كافي ديالي انا هنا ما بوليت كان دير غير عيني ميزاني و انتم اللي منسبة اللي كي طيب الروز هكا في الدرم الاحسن ديروا قياس ديال روز معجوش قياس ديال الماء هنا كيف تشوفونا من بعد ما طاب هنا يعني ذاك المال يدرتو كافي لي خليتو توقح كيف تشوفو راكا حبة على حبة فقط هتشيليكين وبنسبة الحوتة من بعد ما طابت البنات حي يدي كلاسوس ديال ذاك المال يتلقاتو زويتة ديالها الحوت اللي عفوا ذاك الزيت العود ذاك الزيت اللي دارت و ذاك شي درتو هنا في مقيلة و ضفت علي الكريمة و خليتو تختار و زيان وهنا دا و الطبق ديالي كيف تشوفو الحوت كي يجي رائع و لاصوس حتى هي كتشي روعة كيف تشوفو معايا يعني ضروري لبنات من هذا الليصوس صرف صراحة هم الليس يقضونا لطبق ديالنا يعني كتشيها كمع الكريمة كتشي روعة حتى لما كانش عندكم هالبنات الكريمة ممكن تضيفو غير معلقة ديال الطحين او نشا وتخليوا ديك لاصوس تعقاد كيف تشوفو معايا كيف تشوفو معايا كيف يجي الشكل دياله يعني جي الشكل دياله شي حاجة اللي زوينا كيف تشوفو يعني ممع الجن مملصق موالو و الماضاقة الليبنات من قوش لكم لان البرو و الخيز و ذاك الجدر ديال الكرافز عطاه واحد الماضاق اللي خطير فقط هنا دا و الطبق ديالي اللي غنقدمو ان شاء الله هكيا معاها هكيا و ندير معايا شوية ديال ديسير فقط ما كيف مادرت لاش لا دا لوالو انو كيف قلت لكم كيف تشوفو ندير شي حاجة اللي سهلة و كتوجد بسرعة هنرى الوقت اللي در الروز يعني كيتاب الروز و الحوت في نفس الوقت يعني هاد الوجبة كتقدر توجد في واحد نقولو تولو تساعة لان ساعة الماكسيمو يعني كتكون موجودة و محتوطة فقط طبلا يعني هادك شي ساري كيف تشوفو معايا هنا يا ان شاء الله هنا و ندير طاولة ديالي كاتج خفيفة غرفة بسيطة تفاح شيئة العناب و كوية الليمون فقط هكا و الواحد هي اكلت حاجة صحية و زمينا كشو يعني كله صحي نتمنى ان هنا اعجاب لكم هنا من بعد مساء لنا خرجنا البنات ديتكم معي المجازين ديال بيوت كيف دائما انا كمشي لانا من المجازات المفضلة عندي كنت تعارفين ان انا بغلنا ناخد تلاجة ولكن دائما ما كنلقاش الفرصة او ما كنلقاش لبرومو او ما كنلقاش شي اللي بغيت مشينا ان شاء الله غندير معكم غتشوفوا معي ان تلاجات كين انواع واشكال حيث انا بغيت هاد الشكلة يكون فيها ما كنلقاش الفرصة ما كنلقاش الفرصة وانا في الاول كنت بغيت واحد الماركة سوف تشوفها معي في الاخير هاد الشكلة اللي بغيت مارك ديال بيوت يعني سيونياتيخ زوينة وكل شي كنت تدير 690 او رو الموشكل دياله ان انا بغدرنا لقات بانا لاكومود ما كيعطوها شلاضات وخصها على الاقل واحد تلاجات باش تجيني وكعارف الرمدان وضروري تلاجة وضروري بزاف تلحويش اتطريت ان انا نشوف واحدة اخرى من حسن الحظ ديالنا اننا حاطين جوجات في اكسبوزي يعني يكونوا حاطينهم نغمان موهما انهم الحق يحطوا تلاجة واحدة من كل نوع هكا باشكت موضى الاكسبوزي اللي تكون عندهم في حاطينه في المقازة من حسن الحظ ديالنا انهم كان حاطين جوجات سولتها قلت لها واش تقدروا معها بخي ديجا هي كانت تقدير 800 أورو وديجا كانت برومو دليل لها 799 وناخد هذه المحطوطة معناها جديدة لانترا ستشوفها معي ان شاء الله ونقصوا على هنا 100 أورو اخدناها ب 699 أورو ونقصوا على هنا اخدناها ب 699 أورو ولكن لا شيء غزانة هنا اردت لكم واحدة الجولة الفرران ونقصوا منهم ان شاء الله انكم معارفين وانه نرى هنا ونقصوا من المحطوط كيف ترونتون وطورة اذا اردت الجهة لتحليها اعرف ما هي فيها هنا فيها الباك ديال الماء لتعمروا مع الحساب برد الزوينجة صغيرة وليس واكلة من ثلاجة ونشهدوا يكونوا عندهم كبارين ويكونوا واكلة من ثلاجة هنا تحت فيها البلاس الكنجيل 6 ديال المجورة يعني يجوش في كل ثلاثة في كل جهة احتهم مسارح بخاتيك يعني ننظم جهة تكون عير اللحوم والخوت وذلك الشيء ووجيها نخليها عير الخضراء ونخليها لأي حاجة اخرى ومكترت عليكم الهضراء صراحة زوينة وكبيرة وهنا البنات من بعد ما شعلتها كيف قلت لكم دست عليها 24 ساعة باش شعلتها من بعد من طبيعة الحال عقمتها وقديتها فقط وهنا هي اه باش هي اوتوماتيك يعني يعطوك الحرارة اللي عندك فيها دعبة وقد تبقى تنزل بوح ديت ستاك توصل الحرارة يعني التحت تكون ناقص 18 والفوق تكون تقريبا 6 درجات نية نعم كيكون 8 و لكن كان بعض الية وقت اللي كيكون فيهم 6 درجات ذاك شاش نضرناها المينيمو يعني 6 درجات جتنا مزيانة سارحة وماشاء الله تلإضاءة فيها زوينة كتحسب ذاك الليت ديالها بيض فقط هات شي لي كاين البنات يعني هات الأجدية تنزل معكم فيديو فيه 3 أيام بلاش نوريكم الازي طبي كاملة ان شاء الله من بعد هنشارك معاكم تنظيم ديالها سوف يكون فيديو خاص غير على التلاجة أو الجوج متلاجة والكونجلة إن شاء الله نتمنى أن الفيديو يكون الإعجاب لكم إن شاء الله وتكونوا استفدتم معي ولو قليل لا في الجولة ولا في الوصفة أما التلاجة الله يرزق كل واحد يا ربي أي حاجة كيتمنى في حياته الله يرزقه كل الخير إن شاء الله يا ربي ونتمنى والخير لبعضياتنا باش ربي يسر لنا تحناية قد ما بغيت الخير للخوك ربي يسر لك وتأتيك الخير من حياته لا تحتسب صراحة الله ما يكون الإنسان حقود ما يكونش بالعكس يقول لك عاندني وما تحسدنيش هكا تكون حاجة زوينة تقدري تعاندين تعجبك هذه الحاجة وتقولها زوينة هذه تشجعت أنا وناخدها ونضير حاجة زوينة والإنسان اللي يكون قلبه خيبره الله يلطف بنا وصافي يا ربي والله يعطي لكل واحد علاقة بنيت وإن شاء الله يا ربي وهذا الشهر المبارك إن شاء الله وتنقول لكم شكرا لكم على المشاهدة إن شاء الله وغد يكون هذا الفيديو إن شاء الله تتمى ونهضر لكم على هذا الغنجمون اللي غد يكونوا هادورا معروفين في أكسيون خلي لكم إن شاء الله ونقول لكم شكرا لكم على المشاهدة وإلى فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة شكرا لكم على المشاهدة 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 اشتركوا في القناة